بسم الله الرحمن الرحيم كنا في محاضرة سابقة قد بدأنا الحديث عن أحكام الألف اللينة وحين نقول الألف اللينة فإن الذهن ينصرف مباشرة إلى الألف الواقعة في أواخر الكلمات وهذه الكلمات قد تكون من الحروف أو من الأسماء أو من الأفعال تحدثنا فيما مضى عن أن قاعدة الحروف هو أن تكتب الألف في آخرها قائمة ثم قلنا بعد ذلك ما عدا فاستثنينا من ذلك أربعة حروف فالأصل هو أن تكتب قائمة ثم تحدثنا عن الأسماء فقسمناها إلى الأسماء العجمية والعربية وقلنا في الأسماء العجمية أن تكتب بألف قائمة هكذا ثم قلنا ما عدا واستثنينا من ذلك ستة أسماء هي أشهر الأسماء العجمية المكتوبة بألف مقصور ثم قسمنا الأسماء العربية إلى مبنية ومعربة فقلنا إن القاعدة في الأسماء المبنية هو أن تكتب قائمة ثم قلنا ما عدا واستذنينا من ذلك أربعة أسماء مبنية لاحظ معي هذا التناسب في القاعدة بين هذه الأبواب الثلاثة الحروف الأسماء العجمية الأسماء العربية المبنية القاعدة واحدة وهو أن الألف اللينة فيها تكتب قائمة أو طويلة بهذا الشكل ثم نقول في الأبواب الثلاثة ما عدا ونستثني هنا أربعة أحرف هنا ستة أسماء هنا أربعة أسماء كلها تكتب بألف مقصورة فالأصل هو أن تكتب بالألف القائمة الطويلة والفرع المستثنى هو أن تكتب مقصورة ثم تحدثنا بعد ذلك عن الأسماء المعربة فقلنا لابد أن نتنبه هل هي ثلاثية أو غير ثلاثية ثم قلت لكم أن الأسماء الثلاثية قد تكتب الألف في آخرها طويلة وقد تكتب مقصورة وبينت لكم أنها تكتب طويلة هكذا حين يكون أصل الألف واو وتكتب مقصورة حين يكون أصل الألف يا أما بالنسبة إلى الأسماء غير الثلاثية فقد قلنا أن الألف اللين فيها تكتب مقصورة مطلقا ثم استثنينا بعد ذلك فقلنا إلا أن تكون مسبوقة بياء فإنها تكتب قائمة إذا سبقت بياء فإنها تكتب قائمة كما في محية وخطايا إلى آخره لاحظوا معي الفرق بين هذا الباب وبين هذه الأبواب الثلاثة أن الأصل هنا هو أن تكتب الألف طويلة والفرع أن تكتب مقصورة هنا الأصل أن تكتب مقصورة واستثنينا منها هذه الحالة فجعلناها طويلة وهو أن تسبق بياء طيب كل هذا مضى ولكن الجديد هو أني كنت قد وعدتكم أن أحدثكم عن هذه الألف في أواخر الأسماء الثلاثية قلنا يجوز أن تكتب ممدودة في حالات ومقصورة في حالات وقلنا تكتب ممدودة إذا كان أصل الألف واو وتكتب مقصورة إذا كان أصل الألف ياء وكنت قد وعدتكم أن أدلكم على الطريقة التي يستطيع بها الطالب أن يكتشف أصل الألف هل الأصل الواو فتكتب قائمة أم الأصل الياء فتكتب مقصورة لاحظوا معي أننا نكتب كلمة عصى بهذا الشكل في حين أننا نكتب فتاء بهذا الشكل عصى وفتاء النطق واحد ولكن هذه الألف كتبت طويلة وهذه كتبت مقصورة ونقول إن العلة في ذلك هو أن أصل هذه الألف واو في حين أن أصل هذه الألف ياء والسؤال الآن كيف يمكن اكتشاف الأصل والجواب هو يمكن اكتشاف أصل الألف عن طريق تصريف الكلمة تصريف الكلمة لأن تصريف الكلمة يؤدي إلى ظهور الأصل طيب كيف أصرف الكلمة المراد بتصريف الكلمة هو لاحظ معي هذه الكلمة عصى وهذه الكلمة فتاء كلاهما مفرد يمكن تصريف المفرد عن طريق الإتيان بالمثنى لذن المثنى هو وجه من وجوه التصريف فتقول في تثنية عصى ستقول عصوان لاحظ معي أن الألف قد ظهر أصلها فقلت عصوان ولا تقول عصيان فتا تقول فتيان فالألف ظهر أصلها وتبين أنه الياء لذلك هذه عملية ذهنية تجريها في ذهنك تقوم بتصريف الكلمة في عملية ذهنية تتكئ فيها على ذوقك اللغوي ذوقك اللغوي أحيانا قد يخونك هذا الذوق وسوف نعرف الحل بعد قليل إن شاء الله تعالى لاحظ معي كلمة حصى حصى حين تجمع فإنها تجمع على حصيات تجمع على حصيات هكذا وقد ظهر أصل الألف كما ترون حصى حصيات إذن عندنا الجمع أيضا وجه من وجوه التصريف التي يجب أن تجرب أن تجرب طيب أحيانا تكون الكلمة المراد المراد كتابتها جمع مثل لاحظوا معي ذراء لاحظوا معي رباء لاحظوا معي قراء لاحظوا معي دماء لاحظوا معي خطاء لاحظوا هذه الكلمة خطاء لاحظوا معي عراء كلها جموع طيب كيف يكون التصريف هنا عليك بالإتيان بالمفرد إذن المفرد أيضا هو وجه من وجوه التصريف لاحظوا معي أن ذراء مفردها ذروا ظهر الأصل فعرفنا أن أصل الألف واو رباء ربوح عرفنا أن أصل الألف واو قراء قرية عرفنا أن أصل الألف يا دمى دمية عرفنا أن أصل الألف يا لما عرفنا أن أصل الألف واو كتبناها طويلة قائمة واو كتبناها طويلة قائمة يا هنا وهنا كتبناها مقصورة لاحظ معي خطى المفرد خطوة عرى عروة لاحظ معي أن الألف تبين الأصل فيها ولذلك كتبناها حسب القاعدة حسب القاعدة أحيانا يكون التصريف عن طريق الإتيان بالصفة والصفة المؤنثة لاحظ معي إذا العمى 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 يكتب بهذا الشكل لأنك تصف منه للمؤنث فتقول فلانة عمياء وليست عمواء لذلك تبين أن الأصلياء فكتبناها مقصورة في حين أن العشاء الليلي وهو ضعف الإبصار في الليل تقول عشواء لذلك يقال ناقة عشواء ويقال خبط عشواء فتبين أن الأصل الألف هو الواو ولذلك كتبناها قائمة قلت لكم هذه عملية ذهنية والاعتماد فيها على الذوق كبير فإذا خانك الذوق أو لم تستطع التأكد من ذلك فعليك أن تعود إلى المعجم والعودة إلى المعجم متيسرة وأصبح الآن عن طريق النت تكتب البحث في المعاجم فيفتح لك قائمة طويلة من المعاجم تستطيع أن تكتب أي كلمة من هذه الكلمات فتعرف أصلها وطريقة كتابتها ومع تراكم البحث ستتراكم الخبرات ويكون لديك القدرة الكافية على التفريق إن شاء الله تعالى وبهذا نكون قد تحدثنا بشكل كاف عن أحكام الألف اللينة في الأسماء وبقي لنا أن نتحدث عنها في الأفعال وهو الدرس القادم إن شاء الله تعالى